بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى شرف المرسلين نواصل في شابتر 6 نشوف اليوم الكتشرة 6 نشوف فيه كيف ممكن نعمل اكثر من رسمة في فيجر واحد نحن المرة ماذا كنا نعمل رسمتين في غراف واحد لا مثلا هلا ودي ارسم رسمتين مختلفات في شكل هذا هنا المكان واحد والمكان رقم اثنين كيف هنستخدم هنستخدم الامر ساب بلوت الساب بلوت يقول لي كم صف بدك وكم عمود بدك والمكان اللي ودك ترسم فيها اصلا مثلا انا هنا عندي كده بهذا الشكل هنا كم صف عندي عندي ثلاث صفوف وكم عمود عندي واحد اثنين عندي عمودين اذا حينشئ لي فيجر فيه هذه الاماكن طب من المكان اللي ودك اياه هنا اصلا رقم واحد وهنا اثنين وهنا ثلاثة وهنا اربعة وهنا خمسة هنا ستة لاحظ بعد ما يكمل الصف يروح للصف الثاني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اذا قلت له ارسم لي في الرقم اربعة اذا حطيته هنا رقم اربعة يروح يرسم لي الرسمة اللي وديها هنا مثله اوكي شوف مثال لاحظ هنا اعطينا قلنا له ودنا الرسمة الصين والكصين نفسها اللي كنا نرسمها في الليكتر الماضين لاحظ هنا انا قلت له اعمل لي ساب بلوت اثنين في واحد ايش معنى اثنين في واحد معناها هذا الفقر وديها تقسموا لي على صفين وعمود واحد صفين هذا صف وهذا صف وكم عمود عمود واحد لكن هذه الرسمة اللي وديها سويها اللي وديك تعملها لي فين في رقم واحد رقم واحد اللي هو هنا لاحظ اعمل بلوتس باللون احمر وخط منتصل احطها في الرقم واحد طب هنا اثنين لو جيت قلت له حط لي الرسمة الثانية في رقم اثنين لاحظ يروح يرسم هذه هنا في هذا المكان رقم اثنين باللون اسود وخط متقطع هل ممكن نعملها بشكل اخر ممكن مثلا نقول له انا وديك ترسم لي اثنين ماشي صفين لكن كم عمود ودي ثلاثة عمودة اوكي اذا هنا بقول ساب بلوت كم ساب بلوتس ثلاثة عمود بعدين اولا اذا وديك ترسم الرسمة الاولى هنا اذا وديك ترسم الرسمة الثانية مثلا هنا او هنا فانت هذي رقمها كم واحد اثنين ثلاثة وهنا بعدين الصف اللي بعده أربعة خمسة ستة اذا قلت له ارسم لي فرقم واحد اذا قلت له ارسم لي فرقم ستة ورح يرسم لي فرقم ستة شوف نروح للمتلاب مباشرة نشوف مثلا عندي هذا البرنامج لاحظ هنا كم عندي ساب بلوت ثلاثة اللي شفنا من شوي صفين وثلاثة عمودة وديك ترسم لي في الرقم كم الرقم واحد شوف انا اولا قبل ما قبل ما يعني لاحظ هنا ايش اللي صار هنا لاحظ هذا رقم واحد هنا رقم اثنين وهنا رقم ثلاثة هنا رقم اربعة هنا رقم خمسة هنا رقم ستة الرسمة الاولى سوها لفين في اللي هي رقم واحد اوكي رقم واحد رسمها هنا الثانية رسمها فيين شايفي هنا اثنين ثلاثة ستة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة رسمها في الرقم ستة بهذا الشكل انا ممكن ارسم الرسمة في الفيجر واحد ممكن اعمل فيه اللي بديها من الرسومات مع بعض مختلفين اللي بديها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته